موضوعنا الأول إذن وتسعى إيران للحصول على منظومة الدفاع الجوية المتطورة S-400 من روسيا حيث يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنها ستؤدي لتسريع خطط تل أبيب لتوجيه ضربة محتملة لبرنامج دهران النووي وذلك بحسب ما أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لوكالة بلومبرغ والفكرة هنا أن إسرائيل ستجد صعوبة في ضرب النووي الإيراني في حالة تحصن إيران بمنظومة الدفاع الروسية S-400 وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت في تقرير خاص عن مسؤولين قالت أنهم مطالعون على المناقشات قولهم أن احتمال حصول إيران على منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الروسية سيسرع من اتخاذ قرار بشأن هجوم محتمل تزويد إيران بمنظومة صواريخ S-400 الدفاعية زاد من قلق الدوائر الأمريكية والإسرائيلية بشأن زيادة قدرة تهران على التصدي لأي غارة أمريكية أو إسرائيلية منسقة خاصة تلك التي قد تستهدف برنامج تهران النووي والميليشيات التابعة لها في المنطقة الرد الروسي الرسمي لم يصدر بعد حول مدى احتمالية تزويد تهران بمنظومة الدفاع المثيرة للجدل لكن السفير الروسي لدى إيران أكد لصحيفة إيرانية أن بلاده قد تبيعوا منظومات صواريخ S-400 إلى إيران رغم المخاوف الأمريكية قال لوكالة تسليم للأنباء الإيرانية أن موسكو لا تخشى التهديدات الأمريكية وسوف تفي بالتزاماتها تجاه طهران هذا نقاش يأتي في زمن سياسي حساس الحرب الروسية على أوكرانيا من جهة التقارب الروسي الصيني وما يترتب عنه من موازين قوى جديدة وأيضا تأهب الغرب من مستويات تخصيب يورانيوم النووي الإيراني الذي وصل لمستويات قياسية علاوة على تكثيف الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة جهده لإعداد خطط لهجوم عسكري على منشأة دهران النووية هذا كله جعل من التهديدات المتزايدة لاشتعال فتيل أزمة عسكرية في المنطقة أمرا واردا لكن ما الذي قد يعنيه امتلاك صواريخ S-400 المتطورة بالنسبة لإيران الجواب يعتمد على مدى تحديث المنظومة الدفاعية الروسية إذ أن البدائل الأحدث لمنظومة S-400 تستخدم جيلا جديدا من المعالجات الرقمية والشبكات الحاسوبية وأسليب كشف الترددات الرادرية مما قاد بعض الأشخاص في وسائل الإعلام الروسية إلى الدعاء أنها قادرة على تدمير مقاتلات الجيل الخامس من الشبحية وقاذفات الصواريخ بإثنان بحسب التجارب العسكرية للمنظومة الروسية تعد صواريخ نظام S-400 الروسية واحدة من أكثر الصواريخ تطورا في العالم حاليا ما يجعل العديد من القوى العالمية تهتم بشراء هذه المنظومات وبحسب موقع National Interest فإن الرادرات الجديدة المستخدمة في نظام S-400 تمكن من إصابة كل ما يتحرك في السماء لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن مباشرة من فيينا بسيد هينز جاردنر رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الدولي للسلام ورئيس اللجنة الاستشارية للإستراتيجية والسياسة الأمنية لللجنة العلمية في القوات المسلحة النمساوية أهلا بك معنا في المشهد الليلة إذن الرد الروسي الرسمي لم يصدر بعد ولكن ما هي توقعتك أنت؟ كيف يمكن أن يكون هذا الموقف الروسي؟ وهل سيستجيب لمطالب إيران؟ دعني أقول أن قومت روسيا بتسليم منظومة S-400 ستكون جزء من عملية أو تسليم أسلحة أوسع إذن هي جزء من اتفاقية أكبر لتسليم الأسلحة بين إيران وروسيا إن قامت روسيا بتسليم هذه الأسلحة لن تكون ردة فاعل مباشرة للتحديد المباشر التي يقوده رئيس المزراء الإسرائيلي نيتانياهو إذن حتى الآن روسيا لم ترسل بعد هذه الأسلحة لإيران لكنها جزء من اتفاق أوسع ولكن قد أقول أن هذا القرار ليس مفاجئ لأن بعد أن ترك الرئيس الأمريكي الاتفاق النووي رئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل طالما ضغطت للعمل العسكري في إيران علما أنها قامت بتحسين نموزها أو برنامجها النووي إذن هذه المعلومات ليست جديدة ليس لدان اتفاق النووي إذن هذه التهديدات لا تزال موجودة ولكن من زاوية العلاقات الروسية الإيرانية يعني إذا خذب عن الاعتبار تسليم إيران لروسيا مسيارات يعني طائرات مسيارة استعملتها روسيا في حربها على أوكرانيا من هذا المنطلق هل يمكن أن يكون ربما تسليم روسيا لإيران منظومة S-400 الدفاعية أمرا منطقيا بالطبع هذه إمكانية إذن أعتقد أيضا أن الطائرات المسيارة المرسلة من إيران إلى روسيا والطائرات المسيارة التي تستخدم في الحرب الأوكرانية كانت أيضا جزء من هذا الاتفاق الأوسع ربما كانت في لحظة بالسابق كان هناك اتفاق لتبادل هذه الأسلحة تبادل المسيارات ضد نظام S-400 إذن هذا ليس قرار مفاجئ حتى الآن ولكن ألا تعتقد أنه ربما روسيا طالما هي لم تتحدث أو لم تعلن عن ذلك بشكل مباشر ألا تعتقد أنها يمكن أن تستعمل هذا الملف كملف مقايدة بينها وبين الغرب ولتكسب نقاط لصالحها في الحرب في أوكرانيا؟ نعم بالطبع هناك هذه عملية المقايدة التي تحصل خلف الكواليس إنها بالطبع إمكانية لضغط على الغرب من خلال أو من قبل روسيا ولكن سننتظر لنرى نتائج وهناك مقالق مختلفة هنا إذن تدخل روسيا في الحرب في أوكرانيا واستخدام المسيارات الإيرانية وأيضا مقالق إيران فيما يخص الهجمات الإسرائيلية إذن ليست متصلة بطريقة مباشرة يمكن أن هناك هذه المقايدة تحصل خلف الكواليس ولكنها تستجيب عن تهديدات مختلفة وأن الرئيس الوزراء الإسرائيلي لطالما تحدث عن حل ثانوي لمنع إيران من الوصول إلى الأسلحة النووية وهي قد تكون عملية عسكرية في إيران ويمكن أن هناك تحضير لهذه العملية العسكرية على المنشآت النووية بالنسبة للرد الإسرائيلي سنعود إليه بعد قليل ولكن أنت ذكرت أن ربما روسيا ستعتمد ضغطا على الغرب هذا الملف ستستعمله للضغط على الغرب ولكن السؤال هنا كيف سيتفاعل الغرب مع هذا الضغط وهل يمكن أن تلجأ الولايك المتحدة بالتحديد إلى الدبلوماسية في مثل هذا الإطار ربما هناك يجب أن الدبلوماسية أولا دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا أو بين الغرب والولايات المتحدة وروسيا وحتى الآن لا أرى أي محادثات عن حل السلام أو إمكانية دبلوماسية مسمرة إذن الدبلوماسية هي تقرر ولكن هناك رزق آخر لها وهي دبلوماسية في إيران واتفاق النووي وإذن هذا يعتمد على الدعم وإن كان هناك اتفاق نووي وإن كان هناك اتفاق مع إيران والوكالة الذرية التي تجري لقاء إذن ربما إن كان هناك اتفاق دبلوماسي أو عن حديث عن الاتفاق النووي ربما يعيد بدء هذا الاتفاق وبالطبع إسرائيل ستعارض ذلك نعم ولكن فيما يتعلق بالموقف الغربي إذا تم إقرار تسليم هذه المنظومة الدفاعية أس أربعمائة لإيران الموقف الغربي وخاصة الأمريكي والأوروبي كيف يمكن أن يكون أعتقد أن موقفها سيكون انتقاد ذلك وتنديد به ولكن هل سيتوقف عند ذلك الحد الانتقاد وتنديد لن يكون هناك عمليات عسكرية من كبال الغرب الآن إن حصلت إيران على هذه الأسلحة من كبال روسيا ولكن إسرائيل ستضغط لهذا الخيار العسكري ويحاول تدخل أو إشراك الولايات المتحدة ولكن رئيس بايدن سيتردد في هذا الشأن لأنه كما نعرف سحب الجيش من أفغانستان يتدخل في نزاع عسكري مباشر إذن من الجهة الأخرى يمكن أن تقوم إسرائيل بنفسها أن شني هجوم على المنشآت النووية في إيران وبالطبع سيكون هناك رسم هذه الصورة عن التحالف الإيراني الروسي إذن أني يكون هناك تدخل عسكري مباشر من كبال الغرب ولكن رئيس الوزراء نتعنيه سيطلب بالكامل ذلك سيد جرتنر أرجو أن تبقى معنا لموصلة النقاش سنعرض بعض التفاصيل الإضافية حول هذا الموضوع ونعود إليك بعض اللحظات لموصلة الحديث إذن ما يزيد من تعقيد المشهد هو أن تطورات السعي الإيراني لامتلاك منظومة الدفاع الروسية S-400 تأتي في سياق تنسيق أمني إسرائيلي أمريكي دقيق لكن إسرائيل تأمل في أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في أي ضربة محتملة إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفضل في الوقت الحالي سلاحة الدبلوماسية وذلك وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ وأجرت الولايات المتحدة وإسرائيل مؤخرا تدريبات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط حظيت بدعاية كبيرة وهي أكبر تدريبات لاستعرض القوى الجوية بين الحالفين على الإطلاق وسترفع طائرات التزود بالوقود الأمريكية الصنع الجديدة التي من المقرر أن يتسلمها الإسرائيليون في عام 2025 ستزيد من قدرات تل أبيب على شن ضربات بعيدة المدى بشكل كبير التطورات تأتي أيضا في سياق السنفار الأمني إسرائيلي حيث عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة خمسة اجتماعات سرية مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين حول إيران وتقرر فيها رفع مستوى الاستعداد العسكرية الإسرائيلي لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بشكل كبير بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل وأكد نتنياهو في رسائل للولايات المتحدة وفرنسا إيران فستضطر إسرائيل إلى التحرك بشكل فردي ويقول أنه ليس لديه شك في ذلك كما قال أنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي كون هذه القضية لا تتعلق فقط بمصالح إسرائيل بل أيضا بمصالح الولايات المتحدة والعالمي بأسره حسب تعبيره نعود لنقاش من جديد مع ضيفنا من فيينا السيد هينز كارتنر رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الدولي للسلام ورئيس اللجنة الاستراتيجية والسياسة الأمنية للنجنة العلمية في القوات المسلحة النمسوية شكرا على انتظارك معنا إذن أنت قلت منذ قليل أن الغرب الولايات المتحدة أساسا والأوروبيون لن ينخرطوا في عملية عسكرية مباشرة ضد إيران ولكن هل تعتقد أن هذه القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضرب إيران ربما ولكن الرئيس بايدن لطالما قال أن الدبلوماسية تأتي أولا إن فشلت الدبلوماسية إذن الحل الوحيد الثاني المطروح هو التدخل العسكري إذن في الكونغرس وفي الولايات المتحدة هناك عضاء في مجلس الشيوخ الذين قد يقدموا أو يعطوا لإسرائيل الضوء الأخضر ولكن لا أعتقد أن الرئيس بايدن قد يكون بذلك لأن المبادرة الدبلوماسية لم تهدر جميعها والاتفاق النووي لا يدال مطروح على التويلة إذن بالطبع الأفضل هو منع إيران من الحصول على هذا السلاح النووي وهو كان الحل الأفضل للاتفاق النووي ولكن إدارة بايدن قد تحاول العودة لهذا الاتفاق خاصة أن الأوروبيين لا يريدون حصول حرب جديدة في الشرق الأوسط بسبب الدمار وأزمة اللاجئين وعدم استقرار التي قد تؤدي هذه الحرب لذلك إذن أطراف الاتفاق النووي قد تحاول إذن العودة إلى هذا الاتفاق قبل أن تتدول أخضر إلى إسرائيل لكن كما قال الرئيس الوزراء الرئيس نتانياهو أنه قد يحاول أو يقود هذه المبادرة بنفسه مهما حصل لكن القول أن إيران بمجرد أن تتسلم منظومة S-400 الروسية الدفاعية القول بأن ذلك سينهي حضوظ إيقاف برنامجها النووي بأي شكل عسكري أليس في الأمر نوع من التهويل لا أعتقد أن هذا متعلق بذلك هو متعلق بطريقة غير مباشرة لكن ليس بطريقة مباشرة لأن إيران قد بنت برنامجها أو أنظمة الصواريخ الخاصة بها لوقت طويل وإيران ترفض بإدمامها في المفاوضة على البرنامج نوي وبالطبع ليس هناك اتفاق نووي يضم أو دعونا نقول ليس هناك أي اتفاق يتحدث فقط عن الصواريخ بلد واحد إذن انتحدثنا عن الصواريخ على جميع الدول في شكل أوسع أن تتدخل في اتفاقات أو محادثات سطرة على الأسلحة أو الصواريخ إذن الصواريخ ليست متروحة على التاويلة في اتفاق نووي هي قسم منفرد أو مستقل ولكن نعرف أن إسرائيل وإيران نصد ما قال رئيس دولان ترامب غادر الاتفاق النووي في عام 2018 لكن ما أقصده هو أن الصواريخ في حد ذاتها المنظومة منظومة S400 يعني هل هي قوية بشكل قد يوقف أي محاولة عسكرية خارجية تجاه إيران هل قادر أن يوقف أي ضربة تجاه إيران لا لا أعتقد أنها قوية أو كافية متداولون الأسلحة أو ربما الروس يصورون أو يصفون هذه الأسلحة بهذه الطريقة وليس هناك أي أسلحة أو منظومة قوية بهذا الحد إذن هناك أسلحة أو صواريخ أخرى تستطيع أن تتهرب يمكن أن تطير بطريقة مفضلة وهناك صواريخ باليستية ولكن هناك حرب غير منهجية أو يمكن هناك هجمات على المراكز أو منشآت النووية ويمكن أن تستجيب إيران خلال الهجمات الإرهابية إذن ليس هناك صواريخ تتدخل في بادئ الأمر ولكن إمكانية الحرب قد يؤدي إلى هذا النزاع العسكري المفتوح نشكرك جزيلا شكر على مشاركتك معنا من فيينا سيد هينز غارتنر رئيس المجلس الاستشاري للمعاهد الدولي للسلام ورئيس اللجنة الاستشارية للإستراتيجية والسياسة الأمنية لللجنة العلمية في القوات المسلحة النمساوية المترجم للقناة المترجم للقناة